لم ينس تاريخه الدموي في سوريا فعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليجدد مجازره فيها لم يثنه عن ذلك انشغاله بالحرب التي أشعلها بغزوه أوكرانيا بل ربما كانت هزائمه في بعض المعارك في أوكرانيا دافعا له للسعي نحو صناعة نصر مزيف على مدنيين أبرياء في مخيمات النزوح فأغارت طائراته مجددا على إدلب في الشمال السوري لتخلف نحو عشرة قتلى بينهم نساء وأطفال فضلا عن عشرات الجرحى بحسب الدفاع المدني السوري القصف الذي نفذته روسيا وقوات النظام السوري طال مخيمات للنازحين أقيمت قبل سنوات بدعم من المفوضية الأممية العليا للاجئين ليحولها إلى أطلال محترقة وجسث متناثرة هجوم وصفه بيان للدفاع المدني السوري بأنه مخطط له مسبقة مشيرا إلى أن مسؤولين روس روجوا للهجوم عبر مزاعم تتهم الخوذ البيضاء بالتجهيز لشن هجمات تستهدف المخيمات التي طالها القصف الروسي لاحقا الأمر الذي يؤكد وجود نية روسية مبيتة بهذا الشأن اللافت أن موقف الأمم المتحدة جاء مخيبا للآمال بحسب وصف المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري إذ أعربت المنظمة الأممية في بيان عن قلقها بشأن التصعيد العسكري بين طرفي الصراع في سوريا دون أن تحدد الأطراف المسؤولة عن وقوع الضحايا في صفوف المدنيين وبحسب محللين فإن روسيا تسعى عبر هجومها الأخير في إدلب إلى تذكير المجتمع الدولي بأنها لا تزال موجودة ولها اليد الطولة في سوريا كما أنها في الوقت نفسه تحاول تثبيت فكرة قدرتها على إحراز النصر كرسالة ربما يوجهها بوتين للداخل الروسي في ظل الخسائر التي تتعرض لها قواته في أوكرانيا